تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من تحرير مواقع استراتيجية في جبهتي حيفان وطور الباحة شمال محافظة الأحج وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير جبل الحلقوم الاستراتيجي في جبهة حيفان وجبال الكرب وسبيت والركيزة في جبهة طور الباحة مشيرا إلى أن هذا التقدم تزهمن مع سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الميليشيات الإنقلابية التي تتعرض لضربات موجعة أربكت صفوفها وأشار المصدر إلى أن المؤجهات والغارات أسفرت عن مقتل العشرات من العناصر الإنقلابية فيما لاذا آخرون بالفرار عقب تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية